السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده نتكلم عن حاجة مهمة وهي الدكشناري. تمام? الدكشناري دي مهم ليه? لاني سعب استخدمه في حالة ان انا مسلا عايز اسند قيمة آآ لكي معين. فاليو لكي معين. يعني ايه? يعني ايه? دلوقتي يا شباب زي ما قلنا لو انا هعرف آآ لستة فبنعرفها بالاقواس دي. تمام? طب انا دلوقتي عايز اعرف دكشناري بروح اعرفها بالاقواس دي. تمام? بس واحد يقول لي لا ده ست كده. اه فعلا هو كده ست. بس انا آآ اعرفه بقى ازاي انه هو دكشناري. عن طريقه يا شباب ان انا بحط مثلا كلمة اثنين مثلا. وبعد كده نوتوتين وهم ايهلو مثلا مصطفى. تمام? طيب يعني الديكشناري بيبقى زي ما انت شايف كده. بيبقى عندك دي ده الحتة اللي مكتوبة قبل النوتوتين اللي فوق بعض دول اسمهم كي. تمام? وديت اسمها تمام? اللي هي القيمة. ده المفتاح وده قيمة تاعته. تمام? طب لو انا مثلا عايز اعمل مثلا ممكن اقوم اقوم ايل بالشكل دو كده. ونوتوتين فوق بعض وبعد كده آآ عشرين مسلا. تمام? فهو يا شباب عارف منين ان دي ايه الدكشناري. انا دلوقتي لو امتعامل برينت ليه الطيب. اوف اكس. تمام? وحبيت اشغل هيوم ايقلك دكشناري. عارف منين ان هو دكشناري. عن طريق النوتوتين اللي فوق بعض دول. ما انت حاطت مفتاح وقيمة. وكومة وحطت مفتاح تاني وقيمة. تمام? يبقى هو عارف عن طريق النوتوتين اللي فوق بعض دول قبلها مفتاح وبعدها قيمة ان دو دكشناري. تمام? امال كان يعرف ازاي انها ست لو كانت القيم محطوطة بالشكل دو كده. ثانية. القيم كانت محطوطة بالشكل دو كده كومة وديت كومة كده. تمام? فلو انا حبيتها شغل هيومي. خلاص. تمام? انما طول ما انت عامل ونقطتين لفوق بعض دول كده. تمام? فهو خلاص عارف اني اه دوت مفتاح والقيمة بتاعته. بعد كده كومة مفتاح كي والقيمة بتاعته. تمام? طبعا يا شباب نفس الحكاية والله بنتعامل برضو معها زي ما احنا قلنا قبل كده. لو انا عايز اطبع دي بنعمل برينت ال اكس هيوم طبع لك مصطفى عشرين. تمام? تمام? طبعا يا شباب برضو لو انا اه عايز اطبع اه مسلا ممكن اهو ما يقول له برينت اكس اوف زيرو. تعال نشوف كده غير اطبع ايه? ها? هيوم ايلك ارور ما فيش حاجة اسمها اكس اوف زيرو. تمام? ليه? لان الكلام دوت مش شغال هنا اصلا. تمام? بص يا شباب هنا بنعملش الكلام ده. دلوقتي مسلا لو انا عايز ارجع قيمة قيمة النام موجود في ايه? مش النام دا ما دلوقتي الفاليو بتاعته مصطفى والاج دلوقتي الفاليو بتاعته عشرين. اه. فان عايز اعرف الفاليو تمام? بتاعة النام تمام? وعايز اعرف الفاليو بتاعت الاج اعرفها ازاي? عن طريق ان انا انا اعمل برينت ل اه اكس اوف نيم بالشكل دو كده تمام? فلو انا اشغل هيوم ايلك مصطفى تمام? يبقى كده يا شباب عشان اطبع اه قيمة لمفتاح معين باومي ال اكس اوف والمفتاح بيدين القيمة. ايه يا مصطفى? طب لو انا اطبع الاج هوم يقول له برينت اكس اوف ايتش. تمام? فهيوم يقول له كام? عشرين. تمام? تمام? فيبقى انت عارف ليه هنا في الحلقة دي ما عملنا برينت اكس اوف زيرو? اداني صفر. ليه? اداني خطأ. اداني خطأ ليه? علشان اكس اوف زيرو دي زيرو دي معناها ان في مفتاح جوه لااااااا. في مفتاح جوه الـ X اسمه صفر لكن في الحقيقة لا ما فيش مفتاح جوه الـ X اسمه صفر احنا قلنا اللي بتحط مابدل اقواس المفتاح فمفيش مفتاح جوه X اسمه صفر ده المفتاح اللي موجود جوه X name wage تمام name wage ما فيش مفتاح هنا اسمه صفر خالص ديما قلنا يا شباب الـ name والـ G دول اسمهم keys مفاتيح طب لو انا عايز اطبع المفاتيح كلها اللي موجودة في الـ X بقوم عامل ايه بقوم يقول له print لـ X dot keys تمام فا وطبعا بتقوم عامل الكوسين كده لو انا كنت اشغل هيوم يقول لك الكيز اللي عندك اهي اللي هي name والـ H تمام تمام طب انا لو قمت حطه مثلا في متغير اسمه Y مثلا تمام Y بيساوي X dot keys تمام وبعد كده هم تعامل print للـ Y D تمام وحبيت اشغل هيوم يقول لك ديكت كيز وهما يقول لك الـ name والـ edge تمام طيب لو انا بقى عايز اطبع نوع الـ Y D A نوع الـ Y D A فهوم يقول له print لـ type of الـ Y تعال نشتغل كده اما يقول لك ديكت كيز تمام آآ فطيب دلوقتي يا شباب آآ زي ما قلنا يبقى دا كده عشان اطبع المفاتيح اللي موجودة جوه الـ X عملت X dot keys طيب ففعلا طبعا للمفاتيح اللي هم طيب لو انا عايز اطبع الـ values فهوم يقول له print لـ X dot values تمام اللي هي القيم يعني المفروض مصطفى وعشرين فلو جينا شغلنا هيوم يقول لك الـ values مصطفى وعشرين تمام تمام طبعا يا شباب بقى لو انا عايز اطبعهم تحت بعض عايز اطبعهم تحت بعض فهوم يقول له فور آي ان X dot keys تمام يعني المصطفى آآ فور آآ يعني او فور كي تعال نساميها مثلا فور كي عشان يبقى رمز معبر تمام فور كي لكل مفتاح موجود في اكس دوت كيز اطبع للمفتاح ده فهوم يقول له print للكي تمام طيب لو انا حبيت اشغل هيوم يقول لك الـ name والـ age تمام طيب دلوقتي لو انا عايز اطبع الـ values تحت بعضها فهوم يقول له فور تمام ان لست للا آآ اآ آآ انا اكس دوت تمام آآ وبعد كده هوم يقول له print للـ value طيب لو انا حبيت اشغل هيوم يقول له مصطفى وعشرين يبقى لك ده عرفت ازاي بطبع الكيز تحت بعضها وال آآ واليه والـ values تحت بعضها مش شرط بقى الطباعة ممكن تعمل عليها اي عملية تانية عملية الطباعة دي عملية بسيطة تمام انت ممكن تعمل بها عليهم اي عملية تانية تمام طب واحد ايجي يقولك انا عايزك تطبعلي بس مش باستخدام تمام سهلا والله ها اقوم قايل فور كي ان اكس دوت كيز تمام وبعد كده ها اقوم قايل برينت لي اكس اوف كي تمام يعني طباعلي قيمة المفتاح ده فلو حبيتها شغل اه ثانية بقى كده عشان اوبولك ارور ليه او اكس دوت كيز دي يا شباب احنا ننسينا القصين دول تمام فلو حبيتها شغل اما ايلك فعلا مصطفى وعشرين فمشارطة اكون اقيل اكس دوت فاليوز لا ممكن اقول اكس دوت كيز واعمل اكس اوف كي بالشكل دو كده فيطبع لك برضو تمام وبردو يا شباب لو انا عايز اطبع طول الاكس دي كام فممكن اقول ايrobe اللي اه لين اكس تمام فلو انا عايز اطبع طولها تمام هيه ايلك اتنين اتنين ليه ما اربعة هو لها ما فيش حاجة اسمها اربعة انت عندك قيمة مفتاح وقيمة تمام مفتاح وقيمة دي دي كده واحد مفتاح وقيمة دي كده رقم اثنين تمام فالمفتاح والقيمة على بعض دي اه تعتبر حاجة واحدة تمام فكده واحد كده اثنين فعشان كده قال لك اللين ليها اثنين تمام طيب يا شباب واحد بقى قال لي طب لو انا عايز اعدل النام ده بدل ما هو مصطفى عايز اخليه محمد ممكن والله تقوم اقيل اكس وقف نيم بالشكل دوك كده بيساوي محمد تمام وممكن تقوم اقيل في الاخر برنت ال اكس كده عشان اتأكد اقيل لك هو النام محمد والاج عشين يعني غيرها تمام يعني بقول له غير الفاليو بتاعك كده خليه محمد تمام سهل تمام طب لو انا يا شباب عايز اضيف حاجة تانية مثلا عايز اضيف بتاعته اه يعني انا معايا كي اسمه نيم وكي اسمه ايدي عايز اضيف كي وفاليو تانين اعمل ايه ممكن اقوم قيل ممكن يا شباب اقوم قيل اكس وفا sometimes المشأة الحاجة اللي انا عايز اضيفها هي المفتاح اللي انا عايز اضيفه ايه المفتاح اللي انا عايز اضيفه مثلا اه اللانجوج مش Langبتاعته فهوم اقيلهكس و vous Langبتاعته تمام بيساوي انجلش طيب دلوقتي لو انا قمت اعامل هلاقيه فعلا زود المفتاح اللي اسمه وحطي فيه قيمة بتاعته ليه انجليش لو حبيتها شغل او ملاك النيم مصطفى فيه طبعا يا شباب طرق تانية للإضافة مش دي الطريقة الوحيدة للإضافة فيه طرق تانية للإضافة بس انا ما يهمنيش اقول الطرق تانية للإضافة مش محتاجها انا كده كده مدامي عارب طريقة واحدة للإضافة انت بقى عايز تعرفها للباقي اعرفه لنفسك مش عايز ما تعرفوش هو كده كده انت خلاص مدامك عارف حاجة يبقى تكفي ان انت تعرف الباقي انت مش محتاج تعرف الباقي يعني انا طبعا يا شباب بحب انا اجي مسا ندي حد حاجة ما تدلوش كده كل حاجة مرة واحدة اقول له ده فيه الطرقة كذا طرقة كذا طرقة كذا ليه ماهو هينفر منك هيقولك انت بتقول اي حاجة انا لسه انت بتديني حاجات ادفانسد اصلا وانا لسه مبتدق معاك فالمفروض بتاخد الحاجات واحدة واحدة عشان تحب الاول الحاجة اللي انت بتعمل طب وبعد ما خلصت مسلا الكورس بتاعي ده وعايز تدور بقى على حاجات في مواقع انت تقدر تدخل عليها زي مسلا دابلي و سي سكولز مثلا تقدر تدخل عليه تشوف الاوامر اللي نقصك منه تمام بس انا منصحش بي دلوقتي تمام هو طبعا حلو اللي مبتدين بس انا منصحش بي دلوقتي خليك في اخر الكورس يعني ما نخلص بقى كورس ده كده في الاخر خلص تمام انت بقى روح يعمل ايه روح يدخل بقى على الموقع ده يشوف اللي نقصك والانت متعلمتوش تمام من الحاجات اللي احنا خلناه يشوف الاوامر اللي انت مخدتاش تمام وكده كده زي ما قلت لك انت اصلا مش محتاج تعرفها لان انت كده كده تعاملك معاها مش كبير زيت كمان انت خدت اللي يغنيك عن التعامل معها يعني مثلا زي ما قلت لك كده هنا في طريقة جديدة للاضافة غير الطريقة دي تمام فانت مش مضطار لتعرفها لان انت عارف طريقة للاضافة ليه تعرف الثانية تمام طيب اي شباب لو انا عايز اعمل اه اللي الحاجات اللي جوا اللي است دي تمام فبقوم عامل ايه بقوم عامل اكثر دوت اه آ diversity تمام فاللوقت لو جيت شوف هينضف لك ال ليست دي او ام طبعها لك كده تمام فاللوقت معا عملها لك الجواده دي يعني عملها لك نضاف لك الجواد تمام طيب برده يا شباب في حاجةقة جميلة جدا ان انا هنا لو امتقى البرينتلياكس وبعد كده امتقى عامل كلمة لكده بس دل تمام. للагس تمام و امتقى البرينت للагس بعدها فلو امتقى انتر او امتقى التال علامة دي تمام. جيت اشغل امتبع لك لك في المرة الاولى. في المرة التانية ام اديك ارور. دا ارور ليه بقى. ولو اتلاحز هيقوم هيديك ارور هنا. يقوم لك اندبعت name x فيه الاقس ده ايه ده. انا مش معرف انا ابني مش ما هو دل دي اختصار دليت تمام دي بتحزف لك الاكس من البرمجة نهائيا يعني انت كنت عرفت اكس قبل كده اه هي بقى بتحزف لك الاكس نهائيا لكنها مش موجودة لكنك ما عملتهاش اصلا تمام فعشان كده ما تجي تعمل الاكس بعد كده اما يقول لك ارور مفيش اصلا اندفين نيم اكس ده مفيش تمام ودي طبعا برضه يا شباب تطبق على وعلى 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 كله تمام عدل دي تمام طب دلوقتي يا شباب لو انا مسلا عايز احزف الاج دي تمام عايز احزف الكي بالفاليو بتاعته اللي اسمي ايج دي تمام ممكن اروح اعمل اه مقاقية الاكس دوت فاكرين انتو بوب اه ده او واي الاكس دوت بوب وحطوا جواها الكي اللي انا عايز امسحه انا عايز امسح ايج فخلاص هيمسح للا اتج بالفاليو بتاعته فلو انا انت جاي تطبع الاكس مش هلا يفيه غير النيم بس او نيم مصطفى بس تمام وطوية مسح الاج بالفاليو بتاعته. تمام؟ اخر حاجة بقى كده يا شباب في الدكشنر ده عشان بس نبقى خاصة الحاجات المهمة اللي فيه. تمام؟ هو مثلا لو انا معايا مثلا مفاتيح كلها موجودة جوه لستة. تمام؟ ومعايا بتاعتها كلها موجودة جوه لستة. تمام؟ يعني مثلا معايا آآ مثلا نيم. عندي كي اسمه نيم واحد. وعندي كي تاني اسمه نيم اتنين. وعندي كي تالت اسمه نيم تلاتة. ثانية. ماشي. وبعد كده الفاليو بتاعت الاولى هو ما يقول له مثلا مصطفى. والفاليو بتاع نيم اتنين اسمه مثلا احمد. والفاليو بتاع نيم تلاتة اسمه محمد. تمام؟ لو انا بقى يا شباب عايز اعمل ايه? عايز اه اا ادمج الاتنين دول في شينولاري تمام؟ يبقى داكي ودوت الباليوب بتاعته. داكي ودوت الفاليوب بتاعته داكي ودوت الفاليوب بتاعته تمام؟ بروح عامل يقول له مثلا ديكشنري بيساوي بيساوي اختصار ديكشنري يعني ديكت الوكلاس ده تمام وبتفتح قصين وتقوم عامل زب تمام وتفتح قصين وتكتب جواه الكيز تمام والفاليوز تمام بس كيز وفاليوز للوقت يا شاب لو انا قمت عامل ثانية بس نشوفهم الدينيرو هنا ليه بقول لك ان ديفاين فاليوز اه احنا ندخللنا غلق بس كده تمام ماشي دلوقتي ما شاب لو انا قمت عامل لديكشنري ده ماشي وحبيت اشغل اما يللك نيم واحد مصطفى نيم اتنين احمد نيم تلاتة محمد تمام عن طريق ايه عن طريق ديكت زب كيز وفاليوز بالشكل دوه كده تمام رح حطيلك الكيز ووصدها الفاليوز نيم واحد مصطفى نيم اتنين احمد نيم تلاتة محمد حطيلك الكي وصد الفاليو الكي وصد الفاليو يصدر الفاليو تمام تمام يبقى كده شعب كان بالنسبة لفيديو بتاعنا هرده بنتكلم عن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته